الاضطرابات تعصف بمجلس إدارة مصر في ليبيا المركزي بعد استقالة عضوين منه هما عبد الرحمن هابيل ومحمد حمودة عقب فترة وجيزة من إقالة مجلس النواب نائب المحافظ علي الحبري وتؤدي هذه الاستقالة إلى مزيد من الانقسام داخل المصرف ما يؤدي بحسب مراقبين إلى نتائج غير جيدة على الاقتصاد فضلا عن عدم توافق مجلس النواب والدولة بشأن المناصب السيادية حتى الآن وبحسب متابعين للشأن الليبي فإن مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة لن يتمكن على المدى القصير من تشكيل مجلس إدارة جديد أو تغيير المحافظ وبالتالي فإن الإدارة التنفيذية للمصرف المركزي وسط غياب مجلس الإدارة سوف يترتب عليه تأثيرات على القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي ما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار في المقابل يرى آخرون أن مجلس إدارة مصرفي ليبيا المركزي ليس له دور كبير منذ الإلقسام السياسي في عام 2015 ولم يعقد اجتماعات حقيقية سوى اجتماع واحد لتغيير سعر الصرف خلال عام 2021 مؤكدين أن المطلوبة إجراء انتخابات أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ بأجسام جديدة وبالتزمن مع ذلك أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن مفاوضات توحيد مصرف ليبيا المركزي معطلة حتى الآن بسبب الإنقسام السياسي الذي تشهده ليبيا مرجحا أن تستأنفى عملية التوحيد بمجرد عودة الاستقرار حتى لو كان نسبيا ينضم إلينا ضيفانا من بنغازية الدكتور عطية المهدي الفيتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي من القاهرة محمد لسمر رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية أهلا بكما في حصة مغاربية دكتور عطية الفيتوري ما شرعية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد استقالة العضوين عبد الرحمن هابيل ومحمد مختار طويل أهلا وسهلا بك وبيضيفك الكريم وبالمشاهدين الأعزاء الحقيقة أن مصرف ليبيا المركزي منقسم على نفسه من عام 1915 في 2015 انقسم المصرف وأصبح هناك مسرف في طرابلس ومصرف في البيضة برغم أنه طبعا كلهم يدعوا أنه مسرف واحد ولكن في واقع الأمر انخفض يعني ينفصل نعم والمصرف اللي في البيضة أيضا حتى أصدر يعني عملة نفس العملة عملة وراقية بناء على طبعا تكليف من سلطة الشرعية ليوم مجلس النواب فتم تكليف نائب المحافظ كمحافظ وهكذا يعني لكن عاد مجلس الإدارة والتحد مرة أخرى وأصبح الحبري نائبا للكبير لا هذه عملية شكلية فقط هذه عملية شكلية يعني أو لعبة تقدر تقول عليها من السيد الصديق الكبير قال لهم نجتمعوا ونقرروا وداروا جدوى الأعمال وكل رأوا على الزوم يعني الاجتماع اللي صار ليس اجتماع مباشرة من الأشخاص على طاولة وحدة لا لا كل واحد في مكان اللي في القاهرة في القاهرة واللي في طرابلس طرابلس واللي في بنغازي واللي في البيضة في بنغازي واللي في البيضة باي وجدوى الأعمال الأول من بنقشوه هو تخفيض قيمة الدينار ليبي باي وتم الموافقة على هذا التخفيض ثم بعد ذلك أجل باقي جدوى الأعمال إلى أجل غير مسمى إلى الآن لم يجتمع لكن المسرف المركزي للا سلطة وينفذ في كل القرارات وكذا هو اللي موجود في طرابلس هو اللي عندها العملة الأجنبية هو اللي ترد إليه العملة الأجنبية هو اللي يتم تحويل العملة الأجنبية إلى الحكومة اللي موجودة في طرابلس والصرف كل من طرابلس الاعتمادات المستندية بالعملة الأجنبية بالدولار كل من طرابلس نعم هذا واضح دكتور الفيتوري ولكن هنا أسأل لسيد محمد الأسمر باستقالة هبيل والطويل هل يسقط مجلس الإدارة إجباريا أم ما يزال بإمكانه الاستمرار وممارسة عمله مثل ما كان أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله سيستمر الوضع كما هو عليه ولكن ما حصل الآن هو نقوس آخر بانفراد السلطة في المصرف المركزي بيد الصديق الكبير حكما ونأخذ بذلك مثالا للمقياس والمعيار أنه في شهر أكتوبر الماضي بالنصاب المطلوب قرر مجلس الإدارة إعادة النظر في سعر الصرفي وتخفيضه مقابل آخر تعديل الذي كان في 2021 وأصر الصديق الكبير بألا تعديل وعدم موافقة على ذلك مما حتى اضطر أعضاء مجلس الإدارة للتوجه للقضاء أو التلويح بذلك في 23 من أكتوبر الماضي أي أن مجلس الإدارة وجوده شكلي بتمركو الصديق الكبير وسيطرته على مقاريد الأمور في المصرف المركزي ولكن هناك ضوابط وقوانين تحدد إدارة وكيفية عمل هذا المجلس صحيح؟ نعم الضوابط والقوانين أول ما تنص عليه أن المصرف خاضعا خضوعا تاما كوني أحد المناصب السيادية للقرارات صادر المجلس النواب ديسمبر 2017 مجلس النواب كلف آخرا سيد شكري محافظا للمصرف المركزي ولا يعترف بالصديق الكبير أصلا وأيضا مجلس النواب قد أصدر للمصرف المركزي العديد من الإجراءات أخرها التعميم الصادر في 22 من شهر مارس الماضي من مجلس النواب بعدم تعامل المصرف مع ما كان يعرف بحكومة الوحيدة الوطنية دعني أتوقفك سيد لأسمر لأنه الوقت المقابلة ضيق جدا لا نريد أن نغرق كثيرا في الخلفية نريد أن نتحدث بعد الاستقالة وصاعدا أعود مرة أخرى للسيد الفيتوري من بقي في مجلس الإدارة بعد خروج الحبري الابهبيل ومختار طويل حتى نفهم شكل المجلس من الداخل الآن قاعد المحافظة الموجودة في ترابلس ومرة يقال ومرة يأخذ براية وهكذا وقاعد طارق شخص آخر يعني موجود خارج ليبيا حتى هو عضو مجلس إدارة وقاعد أعتقد الأستاذ مراجع غيث طبعا هو كان وكيل وزارة المالية ولكن أنا سمعت أنه يعني يصدر لقرار من مجلس النواب بعضويته يعني وبالتالي هناك الآن ثلاثة أشخاص المحافظة واثنين أعضاء لكن السلطة التشريعية طبعا هي المسؤولة عن تعيين المحافظة نائبة وحتى على الأعضاء فتقدر السلطة التشريعية لمجلس النواب يقدر يعين أعضاء بدل المستقلين يعني ما هي مشكلة لو استقالوا يعني ما يعني ما هيش الدنيا تخرب ولا كذا يقدر مجلس النواب بكرة يدير قرار ويعين نائب محافظ ويعين بقية الأعضاء اللي هم مفروض سبعة الآن اللي موجودين يعني اللي هو المحافظ ونائب المحافظ ووكيل ودرة المالية وأربع أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي لكن بثلاثة أعضاء أو أشخاص فقط بثلاثة أشخاص فقط هل يمكن يقامل أو يكتمل النصاب القانوني للمجلس لاتخاذ أي قرار الآن سيدي المسرف المركزي قاعد يمشي له من 2015 إلى الآن وسير فيه شخص واحد يشتير فيه صندق الكبير أصلا يعني فهذا هو ما منهمش أي اعتبار عند صندق الكبير يعني سواء كانوا قاعدين أو استقالة أو كذا يعني منهمش أي شيء منهمش أي شأن في السياسة اللي يتبع فيها المسرف المركزي اللي موجود في طرابلس يعني نعم لكن كان الأمر كذلك لكن اسمح لي سيد الفيتوري أسأل هنا لمحمد الأسمر إن كان الأمر كذلك لماذا هابير ومختار لم يستقل إلى الآن إن كان وجودهما صوريا ومن يتخذ القرار منفردا هو الكبير طوال هذه السنوات نعم أخي نبيل هو هنا في الاستدلال دائما في الوضع وخاصة المصرف المركزي هو ليس العودة إلى خلفيات الأمور ولكن نبني عليها ما سيحدث حتى الذين قدموا استقالتهم غدا بعد غد سيكلف مجلس النواب آخرين حتى الحبري عندما أقاله مجلس النواب كلف آخرا بديلا عنه ولكن نحن نقول أن هذا لا يغير في المشهد العام شيء ليس هناك بعد أن يتخذ مجلس الإدارة قرارا بالإجماع ويعرضه الكبير ولا ينفده وبالتالي الإشكال الحقيقي في مصرف ليبيا المركزي هو انفصاله عن السلطة التشريعية الضابطة والمنظمة له والحاكمة فيه بقراراتها وإجراءاتها والتحالف فقط مع الحكومة كأداء للتسهيل والصرف ونضم ما يحصل الآن إلى تلك التراكمات وآخرها قضية المليار ونصف المليار دولار التي أتارها البرلمان في أكتوبر من العام الماضي على خلفية تقيير 2018 لديوان المحاسبة والمتورط فيها صديق الكبير بشكل أساسي وحتى خروجه الأخير الحقيقة لا يوافق الأداء ولم يتكلم أعضاء مجلس الإدارة حتى قبل أن يستقيل الاثنان الأخرين في تصريحه لبلومبرك بالتناقض التصريح الأخير في مطلع هذا الشهر والتصريح الذي كان في أغسط 2021 قال أن المديونية العامة في ليبيا 270 في المية يجب أن نصل إلى سقف مليون 800 ألف برميل في اليوم لتغطية ذلك لكي نضطر الاستدانة وقال في التقرير الحالي أننا بحاجة إلى 1.4 مليون برميل في اليوم باعتبار سعر الصرف طبعا تغير هو يستهدف 39 مليار في كل الحالتين ولكن هنا المديونية زادت 155 مليار منها الاستدانة الداخلية ووظف السياسة في الخلل العام الاقتصادي وقال أن سبب الاستدانة هو وجود حكومة موازية في الشرق وصلت مديونيتها ل 81 مليار بينما المديونية أصلا هو كما تحدث بنفسه في أغسطس 2021 كانت قائمة ولازالت نتيجة الوضع عام في ليبيا وبالتالي نحن هنا نتكلم عن الوضع السياسي العام وأداته التمولية التي لا تزال تنفرد بنفسها وفي داخلها ينفرد الصديق الكبير بالسلطة عم من سوى نعم دكتور رعطي الفيتوري مثلما اتفق مجلس النواب مع مجلس الدولة لتكليف مرعي البرعصي خلفا للحبري لماذا لا يتفقان أيضا بنفس الطريقة على تغيير الكبير؟ والله هذا طبعا سؤال جيد يبدو أن كل طرف عنده شخصية معينة في مكان الصديق الكبير يبدو أنهم مش متفقين على الشخصية لكن ربما هم متفقين على أن الصديق الكبير يجب أن يذهب لأن لها الآن من 2011 صديق الكبير من أواخر 2011 إلى الآن هو المحافظ وبالتالي فاتت المدة متاعها مرة ومرتين ولكن يبدو أن اختيار الأشخاص من الذي سيكون محافظ مصر في مركز ينتخب مجلس النواب يختار المجلس الأعلى للدولة هذا هو الخلاف يبدو أن هناك خلاف على أملية الأشخاص فقط لكنهم لا يستطيعوا لو تفقوا على شخصية معينة يبدو أن لا يوجد مشكلة حطه بيضانة زية لا تشبهها شائبة من وجهة نظر المجلسين طبعا أكيد الفساد الذي دائر الكبير أكثر من الفساد الذي يربما إذا كان دائر طبعا الأستاذ علي حبري أنا لا أعلم هذه الأشياء طبعا هذه حاجات قانونية وتب يباحث وكذا لكن نحن نعلم أن صديق الكبير عند مخالفات كبيرة عند قرارات يتخذ فيها بشكل شخصي وأن مفروض يتخذ المجلس الإدارة وهو الذي يقرر فيها يعني هذه المخالفات مرات مخالفات يعني ترقى إلى أعمال جنائية نعم شكرا طبعا هناك كثير من هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر